السلام عليكم لبنات الحبقات ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اشخباركم لبساليكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصفتنا اليوم غضيتكون عبارة على فيتزا معمرة فيتزا بطريقة رائعة وناجحة وعجينة زوينة بزاف غضيتعجبكم وتعجبولي ذاتكم وغضيتلبوه عاو تهني قولكم واللي ساوبوهان فان شاء الله يعجوكم هالفيديو ديال اليوم وما تنسونيش حبيباتي ونسخيات خلي بلي جامل عجبكم الفيديو وما تنسونيش كذلك بتعليقاتكم الرائعة فانتشون نشوفوا الوصفة ديالنا ودائما بسم الله على بركة الله بالنسبة للعجينة البنات غضيتينحتاجوا هنا يا الـ 500 جران ديال فارينا يعني نصف كيلو مايوعة ديال 5 ديال كيسان تاع الشاي وغضيتين ضيفوا معهم كأس نتاع الساميد المتوسط سميدة اللي كنديروا بها الحرشة سميدة متوسطة ديروا لي واحد الكاس مع الفارينا هنا قد نضيف لهم ثلاثة ديال الملاعق كبيرة انتع الناشا إذا كان عندكم يعني لما يزينا إذا كانت عندكم ديروا تلت معا القكبار تقدروا تعوضوها بحليب بودرة أو تقدروا تعوضوها بغورس طبيعي هاد ثلاثة كامل كي يخليوا العجينات جي رائعة هنا ضفت واحد الكيس انتع خميرة ديال الحلويات 7 جرام ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية واحد الملعقة صغيرة ديال الملح وهنا كذلك غضي نضيف ملعقة كبيرة ديال الزعتر هاكا الزعتر يكون يابس وكتحكيه بين يديك باش كي يعطي ما دق زوين اللبات وغضي نضيف ملعقة صغيرة ديال السكر غضي نخلطو هاد النواشف وغضي ان شاء الله نخلي لكم المقادير بصندوق الوصف كيما دائما مولفاكم فكيما ركو جوفو خلطت نواشف مع بعدياتهم ضفت لهم نصف كاس صغير ديال الزيت ماذا بيكون لك انت زيت زيتون انا الثالث ما بقاتش عندي فهذا كنت شدرت غير الزيت العادية وهنا يا بديت كان جمع العجينة ديالي بالماء الدافئ اكيدي لو بديت ديري الحليب دافي تجمعي بيه لطات ممكن انا فقط استدرت الماء دافي رونت العجينة خليتها شوية كتلسق ما قصحت هاش رشيت لسطح العمل بالدقيق قعد نزلت العجينة وبديت كنجمع بيها نجمع فيها شوية بشوية هكا حتى كتولي ما كتلسقش كدلكوها شوية مش تكتلي راسك بدلك غيب اللي تعليك واحد شوية تشوفيها ولا سطرية ومتجانسة كتشديها وكتقسميها على اربعة هنا قصنتها على اربعة وشكلتهم كويرات وغطيتهم وخليتهم يرتاحوا بينما مشين وجدوا سلسط الطماطم بالنسبة لسلسط الطماطم خديت كاسرونها قطعت حكيت فيها اربعة ديال حبات نتع الطماطم تعليهم زوج فصوص نتع التوم زوج هاكار ويسة صغيرة نتع التوم حكيتهم وغادي نديلهم واحد الملعقة كبيرة ديال طماطم المطبرة او ماتشة ديال الحك وبالنسبة للتوابل كتديروا للملح لعينكم ميزانكم شوية ديال الفلفل احمر شوية ديال الكامون شوية ديال قصبور مجفف وشوية ديال البزع دي ما حاولوا فلاصوس طماط فلحوشوات ما تكتروش الملحة لحقاش ديال المكونات اللي غادي نديروا في البيتزا كيكونوا مالحين مثلا الجبن الزيتون قاحدو كيكونوا ديال مالحين فنخدموها كعيننا ميزان ما درت واحد جوج معا القزيت شوية زعتر كالصغير ديال الماء وغادي نردهم الطيب واحدة كتبولي لاصوس خاطرة يعني شوية تقيلة وخاطرة عاد كنطفو عليها اليوم غادي ندير هاد الجوج تعل البيتزاز وحده بحوشوة وحده بحوشوة الحوشوة الأولى غادي هنا ياخذت مقلات درت فيها جوج معا القزيت درت فيها بصلة مقطعة واحد الفص ديال التوب محكوك غادي نخليوا هاد البصلة البنات كتدبال حتى كتولي بنية اللون وكتنزل تماما هكا كتعطي مدق زويون عاد كنضيف لها كيميا من لاداند او صدر الديكرومي اللي اكيد ممكن تعوضيه بصدر الدجاج انا اعطيت لكم هنا جوج حوشوة البنات باش كل وحده لحسب ذاك الشي اللي عندها فضال فهنا يخليت هادك لاداند كيتشحر مع هديك البصلة حتى كيدخلو الطياب عاد كنتبلوه عمرو ما تديروا التوابل فاللول مع اللحوم هكا كتتحرق لكم فهنا من اللي تشحر لاداند عاد درت التوابل درت فقط الملح شوية دي الفلفل اسود قصبر مجففه لا كان عندكم وشوية دي الخرقوم واحد رشا دي الزعتر خلط هاد التوابل مع هاد لاداند وهنا يا كإضافة البنات انا دي ما كان عطاكم اختيارات يعني اي حاجة كنديرها ماشي فأنا هندرت غي واحد جوج معالق تقريبا دي الكريمة السائلة الخاصة بالطرخ هذي تقدروا تعوضوها بزوج دي الملاعق دي الياغور طبيعي ولا جوج قطع انت الجبل المثلت غي هكا باش كتعطاكم واحد طراوة كيجيكم داك لاداند ولا الججفتي زويون وكدي غانية ما كيجيش ناشف كيجي غاني هذا بالنسبة للحوش والأولى طفين عليها بالنسبة التانية كذلك خدت مقلات فيها جوج معالق كبار ديال الزيت واحد البصلة مقطعة مع واحد الفصل ديال التوم وحته ما قليتهم حتى كيدبالو يولي اللون ديالهم بوني ضفت عليهم كيميا ديال اللحم المأفروم او الكفتا وخليتها كتشحر معهم انفوا كنشوفها دخولها الطياب وكتشحر كنتبلوها تهياء شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وشوية ديال الكامون وزرعة القصبر إلي كانت متوفرة ومن اللي كتب لهمها شوية عندما تخلطوها شوية وكتفعم لها الشكل καثير ت Heritage لا تenger الوقت تبيت طياب يسعر بقصير تولي كما تحريك خفيفة شوية زعترف وصافي والطفيل اليها هنا كل شيء واجد حشوات واجدين لصص البيتزا واجدة أولى باطحة هي تكون رتاحة ماذا نعمرهم هنا سطح العمل بالدقيق نشد الكرة الأولى هنا كل جوش كرة سوف يخرجون البيتزا نشد الكرة الأولى ونورقوها بالدلة كدروري تكون رقيقة لبنات لا تغلضوها من اللي نورقوها هنا لديكم الاختيار ممكن تديرو في طاجين ممكن تديرو في شي طاوة ممكن تديرو في أي حاجة ممكن تديرو في صينية عادية سوف نوريكم بجر طرق هنا كنت تخليط الطاجين دهنتو بالزبدة وهنا سرحت العجينة خليت لها شوية جواني بطالعين هنا تكيتها بالفرشيطة مزيان لكي لا تنفخ لكم ودرت أول طبقة هي لصوص لصوص طومات لصوبنا نضيف عليها لدند ونوزعه بهذا الشكل بعد نضيف شوية الجبل المبشور بالنسبة لي استعملت الجبل الأحمر ممكن تعودوه بالموزاريلا بالشيدر أي نوع كتبغيو رشة دي الفزعتن نحيدها على جانب نسرح الكورة الثانية بنفس الطريقة حتى هي تكون ارقيقة ونشدها ونشدها البنات ونهزها ونغطي بها هذه الحشوة اللي صوبنا بهذا الشكل هذا نغطيوه هنا كتشدو دي كلابات اللولة وكتضغطوه مع الجوانب باش كتلسقوها مع لبات تانية عاد كتقطعو بهذا الشكل هذا هذا كزائد كامل بها الطريقة كتشدو فرشيطا وكتكوها مزيان مزيان من الفوق بهذا الشكل هذا عاد كتضيفو طبقة من لصوص طومات من الفوق كجي واحد البيتزا اللي معمرة كجي هائلة لنا تغيجربوها غادي تعجبكم من اللي درت لصوص طومات درت شوية الكريمة هذي كتبقها من الاختيار من الفوق درت شوية الفلف الخضراء مقطع دوائر كذلك شوية زيتون خضر مقطع وزيت كذلك الجبن الأحمر من الفوق ما ننساوش واحد الرشا دي الزعتر وإلا كان عندكم زيت زيتون ديروا واحد الخويط بالنسبة للطياب اللي بنات شعرت الفرن ليسخون انا عندي غير فرن الغاز ما عنديش فرن ضو فكنشعله مزيان وبعد من اللي كندخلها كندخلها هكك ندخلها على نار سخونة ما كان نقص الهاش سوف ندخلها على نار سخونة ونحضي معها انفو كتبه اللي تحمرت من الأسفل سوف نشعلها من الفوق ندخل الفرماج ونخرجها ندخلها على نار سخونة ندخلها على نار سخونة دخلتها الطيب ومشيت للثانية كما شرعت العجينة الأولى درتها على ورق سبدة والتي تدهن الصينية هنا بش نوريكم انكو ماشي ضروري تدروها في شي حاجة اللي مبلع مع الجنب كما شرعت العجينة تكيتها بالفرشيطة درت لصوص طومات كطبقة أولى وخليت شو ينتع الجوانب ما فيهم درت فوق منها اللحم المفروم اللي طيبناه وسرحت العجينة اللي غادي نغطي بها دائماً كتكون رقيقة قبل ما نغطي درت الفرماج فوق الكفتة كي راكو تشوفو عد شديت العجينة وغطيت كتضغطوا على الجوانب وكتقطعوا دائماً دوك الزوائد كتكو بالفرشيطة مزيان مزيان من الفوق عد كتديروا لصوص لصوص طومات من الفوق لا تستطيعوا اي اضافات تستطيعوا شامبينيون تستطيعوا المايز اي حاجة تستطيعوا لصوص طومات لصوص طومات لصوص طومات لصوص طومات لصوص طومات لصوص طومات ونفضت لصوص طومات لدينا القطعة الى البنات واحد لابات خفيفة لمعجنة لحتى شيء والحشوة كذلك تبنينا بزاف رائعة ربوها نمتق تعجبكم اعطوها اضافة دعوها تحمر وهذه الثانية اللي عمرناها باللحم المفروم اضطت لها كريمة السائلة بالنسبة لي ايكا تعجبني وانتو ما تقدروا ما تضيفوها اشتهيا نقطع لكم منها فنفس الشيء احتى هي كدي زوينة بزاف ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديلكم هات الزوج ديال الحشوات والطريقة كذلك ارجوكم الفيديو حبيبتي ونسخيات معايا خليولي جائم التعليق زوين في بارتاجي الفيديو واشتركو في القناة وإلى اللقاء